مرحبا يا زماعة الخير خبر نزل على موقع الحكومة الكندية مفاده أن مقاطعة أونتاريو تقدمت بطلب رسمي إلى الحكومة الفدرالية الكندية بشأن حضر السفر بالنسبة للطلبة الدوليين إلى المقاطعة الحكومة قالت نحن ندرس بشكل جدي هذا الطلب على اعتبار أن حكومة أونتاريو هي الوحيدة التي تقدمت به لم يصدر قرار قطعي بهذا الشأن لكن باقي الجامعات في مختلف الولايات تستقبل الطلبة الدوليين لأن الحكومة استفدت الدوليين المقبولين بالجامعات من إجراءات حضر السفر يعني يقدر يجي داوم لكن الآن أونتاريو تخطط لمنع هذا الشيء وبذلك راح يرجع الدوام أونلاين فهذه فرصة للتقديم على الدراسة أونلاين لأنه قد تضمن إليك حضور إلى كندا بالمستقبل ترجمة نانسي قنقر